الرئيس السيسي يواجه بمواصلة جهود الحد من التضخم والعمل على زيادة إيرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل مصر تدين اقتحم وزيرين إسرائيليين وأعضاء بالكناسة للمسجد الأقصى وتشدد على ضرورة الالتزام بالوضع القانوني القائم إيران تنتقد دعوات غربية لحاتها على عدم رد على إسرائيل وتل أبيب تهدد بضرب العاصمة طهران الثالث مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت جدانج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا موسيقى ها قد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كوجوك وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية وفي ذلك الإطار وجه رئيس السيسي بأولوية مواصلة وتكتيف جهود الحد من التدخم وذلك من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتصقة مع ضمان توفل استلاع والخدمات بالأسواق للمواطنين والاستمرار في زيادة الانفاق على قطعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطعات للمواطنين كما تطرق الاجتماع إلى أليات تحقيق الاستقرار الضربي لدفع التضافقات الاستثمارية في إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي حيث اطلع رئيس عبدالفتاح السيسي على جهود الحكومة ووزارة المالية لتنفيذ التوجهات الرئاسية بإعداد حزمة متكاملة من التيسرات الضربية لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب كما وجه رئيس السيسي باستمرار العمل على إحكام التوازن المالي للموازنة العامة وزيادة إرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل مع التركيز على تعزيز الانفاق على قطاعات التنمية البشرية بما ينعكسه على تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع مسؤول مجموعة المنصور للسيارات عددا من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة في مصر وخلال الاجتماع أكد رئيس المجموعة السعي للتوسع في قطاع تصنيع محليا من خلال مصانع الشركة القائمة في مصر مشيرا إلى توجيه أغلب الإنتاج للتصدير فضلا عن تغطية احتياجات السوق المحلية مشيدا في الوقت نفسه بما توفره الحكومة من فرص لجذب الشركات الكبرى في مجال صناعة السيارات بما يسهم في توطين هذه الصناعة المهمة في مصر كما تم استعراض جهود مجموعة المنصور لتصنيع السيارات الكهربائية وخططها لتوطين تلك الصناعة حيث أكد رئيس الوزراء دعمه لتلك المقترحات المقدمة من قبل الشركة ووجه بدراستها للنظر في إمكانية تطبيقها شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سقر تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثاني الميداني والذي استمر لعدة أيام يأتي ذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة شهد الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تم في ذا مرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثاني الميداني والذي استمر لعدة أيام في إطار قطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى لواء أركان حرب ممدوح جعفر قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أشار خلالها إلى حرص رجال الجيش الثاني الميداني على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية أراضيه مهما كلفهم ذلك من تضحيات بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع والتي عكست الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز لكافة العناصر المشاركة بالمشروع وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شاهد إحدى مراحل المشروع والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات وناقش عددا من المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم وكيفية اتخاذ القرار الأمثل لمجابهة كافة المواقف المفاجئة أثناء إدارة العمليات وفي سياق متصل التقى الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني وكلية الضباط الاحتياط ومعها الضباط الصف المعلمين حيث نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالفرض المقاتل مؤكدا أن التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم لنجاح القوات في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتضار كما وجه الشكر إلى رجال الجيش الثاني الميداني على ما قدموه من تضحيات بالغالي والنفيس لتكفيف منابع الإرهاب وتهيئة المناخ لبدء عملية التنمية والبناء بأرض سيناء الغالية وطالب رجال القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفة بها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية إن التاريخ ستوقف طويلاً أمام تلك الحرب يسجل بأساتاً كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وترويعوه وأكد مجدداً أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصانع أو تحقيق الأمن أدانت مصر اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء في الكنسة الإسرائيلي ومؤات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى شريف ورفع العلم الإسرائيلي داخله وذلك تحت حماية من الشرطة الإسرائيلية وتزامناً مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى وفي بيان الوزارة الخارجية شددت مصر على أن تلك تصرفات غير المسؤولة والمستفزة تمثل خرقاً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ويعكس استمرار تكرارها ووتيرتها سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على الأرض وهو ما يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية والالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم كما أكدت مصر على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في مواجهة تلك الانتهكات التي تهدف لتأجيج المشاعر وإفشال جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة اقتحم وزيران في حكومة الاحتلال الإسرائيلية ونحو 2250 مستوطنان بحث المسجد الأقصى المبارك فأشرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالمسجد الأقصى إلا أن وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن جفير ووزير شؤون النقب والقليل ينفاك فامرولوب برفقة مئات المستوطنين اقتحموا بحث المسجد بحماية من شرطة الاحتلال للتطرف عنوان وهذا الوزير الإسرائيلي هو عنوان التطرف في حكومة الاحتلال إتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي اقتحم بصحبة أعضاء بالكنسة ومئات المستوطنين والمتطرفين بحث المسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي داخله كل ذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية وبالتزامن مع منع المصولين الفلسطينيين من دخول المسجد الشريف بن جفير وخلال اقتحامه للمسجد الأقصى زاد من استفزازاته وقال إن هناك تقدما كبيرا في فرض السيادة والسلطة على المسجد مشيرا إلى أن سياسات الحكومة تضمن لليهود الصلاة في بحاته زيارة تلقي بمزيد من الزيت على النار المشتعلة بالمنطقة وفي تعليقه قال مكتب رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو إنما قام به الوزير بن جفير انحراف عن التفاهمات المستمرة منذ عقود في المكان والتي تحضر العبادة اليهودية هناك من جهته قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ياير لابيد إن حملة وزير الأمن القومي الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى تعرض حياة الإسرائيليين وقوة إسرائيل للخطر كانت آخر زيارة لبن جفير للمسجد الأقصى في يوليو الماضي ودائما ما تؤجي مثل هذه الزيارات التوترات بشأن الحرم القدسي في وقت يتهدد المنطقة خطر نشوب صراع إقليمي واسع إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتداعياته حضر المتحدث باسم رئاسة الفلسطينية نبيل أبوردين من تداعيات الاستفزازات الخطيرة لاقتحمات المستوطنين الإرهابيين للمسجد الأقصى المبارك محمل أن الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذه الممارسات وخطورتها في استفزاز مشاعر الفلسطينيين والمسلمين والعرب كما طلب أبوردين الإدارة الأمريكية بتدخلي بشكل فوري لإجبار حكومة الاحتلال على وقف هذه الاستفزازات بحق الأماكن الدينية المقدسة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس بالإضافة إلى وقف العدواني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية يأتي ذلك فيما أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك وذلك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي يأتي في إطار الاستهداف المتواصل للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وتمهيدا لفرض السيطرة الكامل عليها وتهويدها بما يشكل انتهاءا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دعا رئيس الوزراء الفلسطينية محمد مصطفى جميع الجهات الدولية إلى أن تتحمل مسؤولياتها القانونية حيال الأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والتي كان آخرها اقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن التعبير عن الرفض أو القلق لم يعد كافيا أمام حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ومحاولة تحويله إلى مكان غير صالح للحياة الأدمية لابد من التأكيد مجددا أنه يتوجب على جميع الجهات الدولية أن تتحمل مسؤوليتها القانونية حيال السلطة القائمة بالاحتلال في غزة والضفة والقدس وآخرها اقتحامات المسجد الأقصى صباح اليوم بعداد غير مسبوقة لم يعد كافيا مجرد التصريحة والتعبير عن الرفض أو القلق أمام حجم الكارثة الإنسانية في القطاع ومحاولة تحويله إلى مكان غير صالح للحياة الأدمية أمام حجم الكارثة الإنسانية لا بد من إجراءات مختلفة من المجتمع الدولي لن نتوانى عن بذل كل ما هو ممكن لتعزيز صمود أبناء شعبنا وإفشال مخططات التهجير وتحسين جودة الخدمات بما يليق بشعبنا الذي قدم الكثير على محراب الحرية والاستقلال والله الموفق أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قيام متطرفين إسرائيليين بزعامة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى وأكدا أن هؤلاء المتطرفين يدفعون الأمور إلى حافة الهوية ويتعمدون استفزز مشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة أن الاقتحامة جار في حماية الشرطة الإسرائيلية التي حولت البلد القديمة إلى تقنة عسكرية وفرضت قيودا على دخول المصليين كما ذكر المتحدث أن هذه الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى تمثل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس وأنها تدخل في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة للتقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى أدانت وزارة الخارجية الأردنية أقدم وزيرين متطرفين من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنسات على اقتحم المسجد الأقصى المبارك وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية أن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها يتطلب موقفا دوليا واضحا حازما يدين هذه الانتهاكات والخروقات ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية ترجمة نانسي قنقر وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني سيادة المستشار تأثير هذه الاقتحامات الأخيرة على مصار التفاوض بشأن وقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل الأسرة من الواضح أنها رسالة واضحة في عدم التهديئة من الجانب الإسرائيلي الذي يتحمل المسؤولية عن كل ما يجري هو رئيس الوزراء الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية بن كفير هو وزير في حكومة نتنياو ويأتمر بأمر هذه الحكومة وبأمر رئيس الحكومة وما قام به اليوم هو تعبير عن حقيقة وطبيعة هذه الحكومة الحكومة التي لا تؤمن لا بتهديئة ولا بوقف للعدوان وتقوم كل استراتيجياتها وكل سياساتها على استمرار العدوان وتكريس الاحتلال ومحاولات فرض الأمر الواقع للشعب الفلسطيني لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأخصى المبارك على وجه التحديد هذا الذي يحدث لن يلقي بظلال قاتمة فقط على موضوع التهدئة وإنما على كل المشهد العام في المواجهة بيننا وبين الاحتلال الشعب الفلسطيني لن يسلم بالسيطرة الإسرائيلية على المسجد الأخصى ولا باستمرار الانتحكات وهذا أمر سيفتح الباب أمان تصعيد أشد خطورة ولا يجب أن يلوم أحد الشعب الفلسطيني على أي رد فعل نتيجة لهذه الانتحكات في رأيك في أين اتجاه تحديدا يتجه رد الفعل الفلسطيني كما ترى المشهد اليوم واضحا هو محاولة بل هي استفزازا حقيقيا لمشاعر الفلسطينيين بل والعرب والمسلمين جميعا لكل فعل رد فعل ولا يمكن أن يمر هذا الفعل العدواني بدون أن يستفز ردود أفعال فلسطينية أو عربية من الذي يتحمل المسؤولية من ثم على ردود الأفعال هذه الذي يتحمل هو من تسبب بالفعل أي الاحتلال الإسرائيلي دولة الاحتلال وحكومة الاحتلال هم الذين يتحملون المسؤولية إذا كانوا فعلا يريدون وقف التصعيد ومنع التصعيد ومنع تدهور الأوضاع عليهم أن يوقفوا انتهاكاتهم واعتداءاتهم على المسجد الأفصل من الوضح سياد المستشار أنهم لا يوجد أي بوادر لوقفهم لهذه الاعتداءات برأيك إلى أي مدى يمكن أن يضل المجتمع الدولي صامتا على تلك الانتهاكات وكيف يمكن وقفها يعني رئيس الوزراء الفلسطيني قال إن الإعراب عن القلق أو الرفض لم يعد كافيا هناك وضعا كارتيا في القطاع وحياة غير أدمية التعبير عن القلق والاستنكارات اللفظية والبيانات والإذانات كل هذه ليست ذات قيمة في مواجهة هذا الاحتلال والمجتمع الدولي لم يغادر هذا المربع إلا إذا غادره العرب والمسلمون ماذا يمكن أن يفعل المجتمع الدولي إذا كان العرب والمسلمون جميعا يقفون نفس الموقف أمام هذه الانتهاكات يعني لا نشهد من الجانب العربي والإسلامي أكثر من الإدانات وأكثر من التصريحات اللفظية وأكثر من البيانات لو غير العرب والمسلمون لغتهم وطريقتهم في التعاطي مع هذه الأحداث حينها المجتمع الدولي لن يجد أمامه بدا من تغيير سياساته علينا أن نمتلك القدرة على إجبار المجتمع الدولي على تغيير سياساته وعلى إجبار الولايات المتحدة أيضا على تغيير سياساته ومن ثم يمكن أن نجد تغيرا في السياسات الإسرائيلية أشكرك دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد أزيل إدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبول وصلت القوات الإسرائيلية عملياتها بالقرب من مدينة خانيونس جنوب قطع غزة واصل مسعى دولي للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في القطع وقال مسعفون فلسطينيون إن الغارات العسكرية الإسرائيلية على خانيونس أسفرت عن استشهاد 18 شخصا على الأقل وإصابة عدد آخر وفي الوقت نفسه تدفقت العائلات والنزحون من المناطق المهددة بأوامر الإخلاء الجديدة والتي تطلب من الناس إخلاء المنطقة أكد مكتب تنسيق شؤون الإنسانية تابع للأمم المتحدة أن حوالي 305 كم مربعة أي ما يقارب 84% من مساحة قطاع غزة تم وضعها تحت أوامر الإخلاء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وأوضح المكتب الأممي أن القصف الإسرائيلي المتواصل لا يتسبب في سقوط المئة من الضحايا المدنيين وتشريدهم فضلا عن إلحاق الأضرار وتدمير البنية التحتية التي يعتمدون عليها في القطاع قالت السلطات الصحية في قطاع غزة إن القطاع الشهداء 3400 مجزرة على أيدي قوات الاحتلال منذ بدء العدوان الإسرائيلي وعشرت السلطات إلى تسجيل 16 ألف طفل شهيد منذ بداية العدوان وأن هناك أكثر من سبع مقابر جمعية داخل المستشفيات ولفتت إلى وجود 91 ألف جريح على الأقل لا يتلقون العلاج الكامل منهم 25 ألفا يحتاجون للعلاج خارج القطاع وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة إن العدوان الإسرائيلي على القطاع تسبب في استشهاد 39929 فلسطينيا وإصابة 92240 منذ 7 أكتوبر استشهد شاب وأصيب ثلاثة أخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينتي رامالا والبيرة هذا وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة شهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى 624 شهيدا منذ هجمات السابع من شهر أكتوبر الماضي من بينهم 145 طفلا وتسعة سيدات يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا حول الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة للتابعين في قطاع غزة مطلع الأسبوع ورح ضحيتها أكثر من مئة شهيد وعشرات المصابين تأتي الجلسة بطلب من الجزائر وذلك بالتشاور مع فلسطين حسب وكالة الأنباء الجزائرية قال الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أن روسيا تتابع بألم وقلق بالغين الكارثة الإنسانية التي تحدث في فلسطين وخلال استقباله الرئيس الفلسطينية محمود عباس أوضح بوتين أن الجميع يعلم أن روسيا تدافع عن شعبها بالسلاح بأيديها إلا أن ما يحدث في الشرق الأوسط وما يحدث في فلسطين بالطبع لا يمكن أن يمر دون اهتماما من جانبي روسيا كما أشار بوتين إلى أن روسيا تبدل قصار جهدها لدعم الشعب الفلسطيني حيث تم إرسال حوالي 700 طن من البضائع من مختلف الأنواع وتبدل قصار جهدها أيضا لاستغلال كل فرصة لدعم الشعب الفلسطيني ينفذ بحق الشعب الفلسطين أنا أعرف أنكم مهتمون تماما بما يجري عندنا ونحن دائما وأردا في حالة التشاور إن لم تتدور فالتشاور ده ترجمة نانسي قنقر قلصت قوات الاحتلال الأسرائيلي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح البري وتجهت إلى منفذ كارم أبو سالم حيث بلغ عدد شاحنات ثماني شاحنات تحمل مشتقات بيترولية يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه سكان القطاع من أزمات كارثية في الماء والكهرباء والغذاء جراء سياسة التجويع التي تتبعها قوات الاحتلال المزيد يطلعن عليه مرسل تلفزيون المصري رامي محمد بعد التحية في هذه المتابعة لتدعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من أمام معبر رفح البري نرصد الوضع الخاص بالمساعدات الإنسانية حيث لم يستقبل المعبر على مدار اليوم سوى ثماني شاحنات تحمل مشتقات بيترولية اتجهت إلى معبر قرم أبو سالم ومن ثم أفرغت حمولتها ثم عادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية أما عن المشهد الخاص بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وخاصة بحق المدنيين إسرائيل تستخدم فيها أكثر من سلاح السلاح الأول من خلال سماع دوينفجارات عديدة في أماكن ومناطق متفرقة من قطاع غزة يؤكد استمرار القصف العنيف والكثيف والمستمر بحق المدنيين في قطاع غزة هذا السلاح يؤدي إلى سقوط الكثير من الشهداء والجرحة والمصابين أما إذا تحدثنا عن السلاح الآخر وهو الموت البطيء من خلال اتباع إسرائيل لسياسة التجويع وإفقار القطاع عن طريق التعنت أمام المساعدات الإنسانية سواء الإغاثية والغذائية والطبية ومشتقات البترول وغيرها هذا المشهد في حالة من الرفض والتباطؤ وأيضا التعنت والإغلاق أحيانا في عدد من الأيام التي توجد ضمن أيام العمل الإسرائيلي والعطلات الإسرائيلية فيما يخص معبر كرم أبو سالم هذه الحالة من التعنت أمام المساعدات الإنسانية تؤدي إلى إفقار وتجويع أيضا القطاع والمدنيين والموت البطيء هذه من خلال السياسات التي تتبعها إسرائيل خلال هذه الخرب التباعي أكثر من سلاح سلاح الغارات وأيضا السلاح الآخر هو سياسة التجويع لأهالي القطاع وإذا تحدثنا عن عدد هذه الشاحنات التي تدخل المعبر منذ فترة بعيدة كانت تتجاوز المئات من الشاحنات أما اليوم لم تتجاوز سوى ثماني شاحنات عبرت من معبر رفح البري هذا هو المشهد وعودة لكم أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلية إبلغة الأبيب لحلفائها باعتزامها الرد على أي هجوم إيراني بضرب أهداف في قلب إيران يتي ذلك في ظل حالة من التوتر الذي يسود الدخل الإسرائيلي واستستعدادات متواصلة لسيناريوهات الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران نقلت صحيفة مع ريف عن رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بني جانتس قوله إن إيران وحزب الله سيدفعاني تمناً باهضاً إذا هاجم إسرائيل أضاف جانتس أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي يديره بنيمين نتنياهو غير مؤهل إنجاز مهمته كما أن حكومته بأكملها غير مؤهلة لتحقيق هدفها وشدد أعلانه لا يمكن لقيادة إسرائيل أن تواصل إدارة الحرب في ظل صراع داخلي بين نتنياهو وزير دفاع هواف جالنت وقال أيضاً إن تحديد موعد متفق عليه للانتخابات سيحرر رئيس الحكومة من كل ضغوط السياسية ردت إيران على دعوات الولايات المتحدة ودول أوروبية لها إلى التركع عن تهديدها إسرائيل وأكيدة أنها لا تطلب الإذن من أحد للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الدعوات التي وجهتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا لطهران لضبط النفس فيما يتعلق بالرد على إسرائيل تفتقر للمنطق السياسي وتتعارض مع مبادئ القانون الدولية وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عزم بلاده ردع إسرائيل داعيا أدول الثلاث إلى الوقوف بحسم ضد الحرب في قطاع غزة وضد تحريد إسرائيل على الحرب أكد رئيس الوزراء العرقية محمد شيع السوداني أن الأسباب الحقيقية وراء زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط تتمثل باستدمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أشار شيع السوداني إلى ضرورة طلاع الدول الكبرى والمنظمات الأممية بكامل دورها لوقف الجرائم التي ترتكب حق الشعب الفلسطيني وأن تتبق على المعتدين القوانين الدولية الخاصة بمرتكب الجرائم ضد الإنسانية فضلا عن منع خرق سيادة دول المنطقة كما أكد رئيس الوزراء العراقية التزام بغداد بمنع أي عمل موجه يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو تعريض مستشار التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي المتواجدين في العراق لأي خطر يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة لمنطقة الشرق الأوسط تشمل مصر وقتر وإسرائيل ذلك لبحث تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط تأتي زيارة بلينكن في وقت تتوصل فيه جهود الأمريكية لمنع تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط يعود وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة مرة أخرى في محاولة لنزع فتيل قنبلة موقوطة بين إيران وإسرائيل جاءت كتداعيات للحرب على غزة واغتيال قائد حماس إسماعيل هنية في طهران موقع أكسيوس الأمريكي أفاد أن أنتوني بلينكن سيمر بإسرائيل ومصر وقطر وهي الجولة التي تأتي وسط رفض إيراني لمطالب التهدئة سواء الأمريكية أو الأوروبية لا تدخل في سياق المنطق السياسي وتتعارض مع مبادئ القانون الدولية وتتوقع إسرائيل ردا من إيران في أي لحظة وتعد لصده برفي حالة الجاهزية العسكرية حيث تسود التقديرات في إسرائيل أن الهجوم الإيراني سيكون أقوى من الهجوم الذي نفذته طهران سابقا في أبريل وتتصاعد التوترات في المنطقة حيث سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال غواص قاذفة للصواريخ ومجموعة حامل الطائرات لإظهار دعمها لحليفتها الرئيسية إسرائيل جولة بلانكن تأتي ليس ببعيد عن استئناف مفاوضات إطلاق النار في قطاع غزة المقررة الخميس في ظل البيانة الثلاثية المصرية الأمريكية القطرية الداعي للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين وما زال ملف التفاوض وتحقيق صفقة التبادل مثار جدل في الداخل الإسرائيلي الذي شهد تراشقا لفظيا بين رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو ووزير دفاعه يؤف جالانت بسبب التأخر في تحقيق هذا الهدف ووقف الطرفان يتهم كل منهم الآخر بعرقلة التوصل لأي صفقة فيما قال نتنياهو إن جالانت يتبنى خطابا معاديا لإسرائيل زيارة بلينكين للمنطقة قد تتغير إحداثيتها بناء على توقيتات الرد الإيراني وسياسات الحكومة الإسرائيلية وهو ما ستسفر عنه الساعات القادمة استهدف حزب الله اللبناني تجهيزات تجسسية في موقع مسكاف عام وتجمعا لجنود إسرائيليين في محيط تكنة ميتاتا وأعلن حزب الله وفقا لوكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أنه تمت إصابة الأهداف إصابة مباشرة وفي سياق متصل خرقت طيران الحربي الإسرائيلي ندار الصوت على دفعتين في أجواء قرى وبلدات قضاء سور والسيدة والزهران أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن العالم لا يبدل جهودا كافية لمعالجة أزمة نزوح الكبرى في السودان حيث يتعرض سكان لظروف مروعة جراء الصراع والجوع والمرض والفيضانات كما أشار رئيس بعثة المنظمة في السودان إلى أن منظمة لم تتلقى سوى 21% فقط من التبويل الضروري لتقديم المساعدات الإنسانية ووفقا للتقارير فقد نزح نحو 10.7 مليون شخص داخليا في السودان بينما فرى 2.3 من 10 مليون شخص عبر الحدود بحثا عن الأمان قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن قبطان سفينة أبلغ عن وقوع انفجار على بعد 63 ميلا بحرية من السفينة جنوب غرب مدينة الحديدة باليمن وأفادت شركة أمبري للأمن البحري البريطانية أيضا بوقوع حادثة حيث رصدت سفينة تجارية انفجارين قريبين للغاية على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة أعلنت أوكرانيا السيطرة على نحو ألف كيلومتر مربع من الأراضي الروسية مشيرة إلى مواصلة قواتها التواغل داخل روسيا يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التواغل الأوكراني يسادف تحسين موقفها التفاوضي وإبطاء تقدم روسيا في أوكرانيا غدت انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب بسبب دعمه لتواغل أوكرانيا المفاجئ داخل أراضي بلاده شنت أوكرانيا هجمات جديدة بطائرات مسيرة على منطقة كورسيك الحدودية الروسية والتي يبدو أنها ستكون ساحة جديدة لإحدى أشرس المعارك بين روسيا وأوكرانيا في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين وبينما كان من المنتظر حدوث تطور جديد في المصار السياسي للأزمة بين الجانبين جاء هذا التطور على الصعيد الميداني إذ أبلغ قائد الجيش الأوكراني رئيس بلاده فلاديمير زيلينسكي بمواصلة القوات الأوكرانية تقدمها داخل الأراضي الروسية وتحديدا في منطقة كورسيك مع السيطرة على نحو ألف كيلومتر مربع من الأراضي الروسية وذكر القائم بأعمال حاكم كورسيك أليكسي سميرنوف أن أوكرانيا سيطرت على ثمانية وعشرين تجمعا سكنيا في المنطقة وتوغلت بعمق 12 كيلومترا تقريبا وعرض 40 كيلومترا وأعلن مسؤولون محليون عن مغادرة أو إجلاء أكثر من 120 ألف شخص من كورسيك فضلا عن نحو 60 ألف آخرين في طور الإجلاء مع استعدادات في منطقة بلجرود الروسية المتاخمة لكورسيك لإجلاء ألاف المدنيين أيضا الرئيس الروسي بلاديمير بوتين ذكر أن التوغل الأوكراني هو الأكبر منذ بداية الحرب ويستهدف تحسين موقف كييف التفاوضي قبل أي محادثات سلام محتملة فضلا عن محاولة إبطاء تقدم القوات الروسية داخل أوكرانيا كما تساءل بوتين أيضا عن مدى إمكانية إجراء مفاوضات مع أوكرانيا في ظل اتهامهما له بإطلاق النار عشوائيا على المدنيين والمنشآت النووية ما يضع الأزمة برمتها وسط منعطف خطير ينذر بتوسع نطاقها أو حسمها عبر العمليات العسكرية دون أي سعي نحو حل سياسي فعال أشهد عضو مجلس الشيخ الأمريكي لانسي جراهام وريتشارد بلومنثال بتواغل أوكرانيا في مقاطعة كورسكا روسية خلال اجتماع مع رئيس الأوكرانية فلودمير زيلانسكي فقال السانسر جراهام أن نقل هذه الحرب إلى رئيس روسي بوتين وجعله يفهم ويدفع التمن هو الشيء الصحيح نقترح تشريعا يسمى الوقوف إلى جانب أوكرانيا وهو تشريع يقنن الدعم الأمريكي ويضمن وجوده في شكل قانون وليس فقط من جانب الرئيس إنكم تقاتلون في معركتنا من أجل استقلال وحرية الشعوب في جميع أنحاء العالم ومن بينهم شعب الولايات المتحدة لكننا نريد من الشعب الأمريكي أن يقدر قيمة هذا التحالف مرة أخرى بعد عامين ونصف العام ما زلتم صمدين وأنتم الآن في روسيا أنا فخور بكم وفخور بشعبكم وبجيشكم وبقيادتكم وببلدكم لقد توقعوا في واشنطن أن كييف ستسقط في أربعة أيام وأن البلاد بأكمالها ستسقط في غدون ثلاثة أسابيع ولقد أخطأوا التقدير وها نحن هنا بعد كل هذه الأشهر والسنوات شعبكم يعاني وهو صامد وأنتم في روسيا هذا عمل جريء ورائع أحسنتم نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جامبيير ما تردد عن تورط الإدارة الأمريكية في أزمة بنجلدش بما فيها مظاهرات الاحتجاجات التي أدت إلى مصرع مئات الأشخاص وقالت المتحدثة أن أي تقارير أو شائعات ترددت حول تورط الإدارة الأمريكية في تلك الأحداث هي تقارير وشائعات كاذبة وغير حقيقية يذكر أن رئيسة وزراء بنجلدش السابقة الشيخة حسينة التي تتواجد حاليا في الهند اتهمت الولايات المتحدة بالعمل على عزلها من السلطة لعدم تسليمها جزيرة سانت مورتن التي كانت ستمكن الولايات المتحدة من السيطرة على خليق البنها تشتعل المنافسة في سباق الانتخابات الأمريكية بين مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب وكمالا هارس مرشحة الديمقراطيين ونائبة الرئيس الحليج بايدن وذلك بعد أن أظهر أحدث استطلاعات الرأي تقدمها في ثلاث ولايات حاسمة بنحو أربع نقاط مئوية قد تؤثروا إلى حد كبير على نتائج الأخيرة من الانتخابات في الخامس من نوفمبر القادم كشفت أحدث استطلاعات الرأي لصحيفة نيويورك تايمز عن تقدم مرشحة ديمقراطيين كاميلا هارس بأربع نقاط مئوية على الرئيس السابق دونالد ترامب في ثلاث ولايات هي ميشيغن وبينسلفينيا وويسكنسن وتعد هذه الولايات الثلاثة الواقعة في وسط غرب الولايات المتحدة وذات التعدد السكاني المرتفع حاسمة في تحديد الفائز بانتخابات الخامس من نوفمبر الاستطلاعات الأخيرة جاءت مخالفة لمعاهده ترامب على مدى عام حيث كان متقدما أو متعادلا مع الرئيس جو بايدن قبل انسحابه من المعركة الانتخابية في يوليو الماضي تزامن ذلك مع استطلاع مهم أظهر أن 42% من الذين شملهم يثقون في أن هارس تتعامل مع الاقتصاد بشكل أفضل في مقابل 41% لصالح ترامب مشيرا إلى أن أغلبية الناخبين تراهنوا على قدرة هارس على تغيير السياسات الاقتصادية للرئيس بايدن ودعا 60% ممن شملهم لاستطلاع المرشحة الديموقراطية إلى إجراء تغييرات كبيرة أو تبني نهج مختلف يقطع الطريق على الملياردير الجمهوري الذي طالما يغازل المجتمع الأمريكي بإصلاحات شاملة وانتعاش اقتصادي على غرار فترة ولايته السابقة في 2020 هذا التحول في هوى الناخب الأمريكي ولو كان مؤقتا منح حملة هارس جرعة نشاط أكبر لتوجيه البصلة إلى ناخب الولايات المتأرجحة لكسب المزيد من الأصوات كما أن الحملتين ستسعيان إلى جذب أكثر من مليون وستمائة ألف أمريكي يعيشون في الخارج وانحدرون من ولايات أريزونا والجورجيا وميشيجين ونيفادا وكارولينا الشمالية وبينسلفينيا وويسكنسن وتتمتع تلك المناطق الحيوية بكتل تصويتية مريحة تمثل هدفا استراتيجيا لكل من هارس وترامب اتجاه الاستطلاعات لا يزال قابلا للتغير في الأشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات إذ أظهرت النتائج أن الناخبين ما زالوا يفضلون ترامب في عدد من القضايا الأساسية مثل الهجرة موسيقى تتواصل فعليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين والتي تشهد حفلات غنائية وعروضا فنية بالإضافة العدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السأحين وزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقم في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة وللمزيد دعنا فعليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري محمود بعد تحية ما جديد الأجواء لديك وأبرز الاستعدادات للفعاليات المنتبرة مرحب بكم مرنة وإيمان من مدينة العالمين الجديدة لازلنا نتابع كل هذه الفعاليات المستمرة التي لا تتوقف على مدار اليوم في مدينة العالمين الجديدة وضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في النسخة الثانية ربما الفعاليات متواصلة وكنا نتابع بالأمس حالة الإقبال الشديدة على المنطقة الشاطئية للاستمتاع ببعض الفقرات الفنية الموجودة الخاصة بوزارة الثقافة وهي فقرات السرك القومي وبعض فرق الفنون الشعبية والتراثية بالأمس كنا نتابع بعض الفقرات الفنية والرقصات الاستعراضية لفرقة المانيا للفنون الشعبية وكان هناك حضور كبير من الزائرين الذين يقبلون على هذه المنطقة الشاطئية للاستمتاع حتى بالأنشطة الخاصة بالأطفال المتواجدة اليوم أيضا تستعد المنطقة الشاطئية لاستضافة بعض الفعاليات الخاصة بالرياضة وبعض أيضا الفعاليات الخاصة بالحفلات الفنية أو الفقرات الفنية الخاصة بوزارة الثقافة ملاعب البادل اليوم تستعد لاستقبال بعض المنافسات الخاصة بالاتحاد المصري للبادل اليوم يستعد كل المشاركين في هذه البطولة بإجراء بعض التدريبات على هذا الملعب الذي أعد خصيصا لاستقبال هذه البطولات المختلفة من رياضة البادل بالإضافة إلى أن البطولة ستنطلق غدا على هذا الملعب في المنطقة الشاطئية بوجود عدد كبير من اللاعبين المشاركين من الاتحاد المصري للبادل بالإضافة أيضا إلى استمرار بعض الفعاليات الخاصة بكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة لكن أيضا هذا الأسبوع سيكون هناك استضافة خاصة لدوري أبطال الساحل من السيدات سيكون على ملعب كرة القدم الخماسي بالإضافة بالطبع إلى استمرار بعض الفعاليات الأخرى الخاصة بالبراموتر والخاصة أيضا باستمرار معرض تنمية الأسرة المصرية الذي يأتي بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وأيضا المجلس القومي للمرأة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإضافة أيضا إلى الاستعداد للانتهاء من كل التجهيزات الخاصة بمهرجان نبتة يوم الخميس القادم سيكون لدينا عدد من الفعاليات الهامة الخاصة بالأطفال ستكون بحضور عدد كبير من النجوم والفنانين في حضور الفنان أحمد أمين وستنطلق هذه المسابقات وبعض الفعاليات الأخرى الخاصة بالأطفال بالإضافة بالطبع إلى أن اليو أرينة تستعد لاستقبال حفل مصار إجباري وحمزة نمرة وسعاد مسي بالإضافة بالطبع إلى استقبال مهرجان الطعام بالإضافة إلى أن المناطق المختلفة الخاصة بالشواطئ العامة الذي خصصتها الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية لازالت تستقبل كل الزائرين فيما يتعلق بالشاطئ المجاني الذي يستقبل عدد كبير من المواطنين من مختلف المحافظات أو حتى الشاطئ الذي خصصته لذوي الهمم والطلاب ولذال أيضا رحلات الطلاب تأتي إلى المناطق المختلفة في فعاليات مهرجان العالمين للمشاركة في الفعاليات المختلفة وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الفعاليات خلال الأيام القادمة فعاليات قوية تأتي في الأسبوع السادس لمهرجان العالمين الجديدة عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى نعم محمود جميل وضحة صورة شكرا جزيلا لك يوصل مكتب التنسيق للقابول بالجامعات والمعاهد استقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة حتى السادس عشر من أغسط سلجاري لتسجيل رغباتهم إلكترونيا وفق الحد الأدنى المعلن سلفا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبلغ عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقابول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد حتى الآن خمسين ألف طالب وطالبة قرر وزير البترول وثروة المعدنية كريم بدوي تشكيل لجنة استشارية للعمل على زيادة انتجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية وفق النهج العلمي والعملية تضم لجنة في عضويتها المسؤولين الحاليين عن الاستكشاف والإنتاج والكفاءات وأصحاب الخبرات المتراكمة ممن تولوا مناصب في قطع البترول وتعقد اللجنة واجتماعها دوريا لمتابعة التوصيات ووضع أليات التنفيذ والمتابعة ودعم العاملين وتبديل العقبات بصفة مستمرة أطلقت مصر أول سوق توعية للكربون في مصر وأفريقيا وأول عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاتات الكربونية وعمليات التداول على شهادات خفض الانبعاتات الكربونية وأكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن السبب الرئيسي في خروج هدي السوق إلى النور هو الحاجة إلى الوفاء بالتزامات مصر في اتفاق باريس وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ونسب الخفض المستهدفة في انبعاتات الكربون رغم أن انبعاتات مصر عالميا أقل من 1% من جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتعاون الدولي رانيا المشرط أن تتشين أول سوق توعية منظمة لتسجيل وأصدار وتداول شهادات خفض الكربون يعد أحد خطوات مصر في مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية وتباني سياسات مبتكرة تسهم في الحد من التغيرات المناخية في ختام النصر مشاهدين هدي عنوين الأخبار الرئيس السيسي يواجه بمواصلة جهود للحد من التضخم والعمل على زيادة إرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل مصر تدين اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء بالكنسة للمسجد الأقصى وتشدد على ضرورة الالتزام بالوضع القانوني القائم إيران تنتقد دعوات غربية لحتها على عدم الرد على إسرائيل وتل أبيب تهدد بضرب العاصمة طهران إلى هنا وصلنا مع حضراتكم لختم نشرة الثالثة إلى اللقاء